تعالوا بقى نروح للصحافة الرياضية والعنوين المختلفة نبتدي مع حضراتكم بقى نبتدي معاكم بعنوان أو منشط رئيسي في جريدة اليوم السابع والمنشط بيقول سحب قرعة نصف نهائي كأس الرابطة بحضور مندوبي الأندية والتفاصيل كالقات يا حضرات تجري رابطة الاتحاد المصري المحترفة اليوم مراسم سحب قرعة نصف نهائي ونهائي بطولة كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة وتقرر إقامتها الساعة 12 في الساعة 2 ظهر اليوم في مقار الاتحاد المصري لكرة القدم والقرعة هتتعامل بين أربع فرق هما الإسماعيلي وفيوتشر والمحلة وإنبي طبعا بحضور مسؤولي الأندية الأربعة ولم يتحدد بعد موعد مباريات هذا الدور ونجح فريق غزل المحلة في أنه تصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة طيب عظيم جدا تعال نروح للشروق بقى علشان برضو ده خبر مهم ومنشط برضو فغاية الأهمية فكرة هنا تعرف على جميع المنتخبات المتأهلة لكاس العالم 22 وعشرين طبعا أخيرا كوستاريكا سريعا هروح مع حضراتك وكده نقرأ برضو المجموعات مجموعة الأولى قطر إكوادور سنغال هولندا ماشي مجموعة الثانية إنجلترا إيران أمريكا وويلز المجموعة الثالثة الأرجنتيني السعودية المكسيك بولندا الرابعة فرنسا أستراليا دينمارك تونس دي مجموعة تقيلة الخامسة إسبانيا كوستاريكا ألمانيا اليابان برضو دي مجموعة إيلة بعد كده السادسة بلجيكا وكندا والمغرب كرويجا السبعة برازيل وسيربيا وسويسرا والكاميرون برضو كويسة دي والتمنى والأخيرة البرتغال وغانا وأوروغوي وكوريا الجنوبية هتبقى يعني هتبقى هتولع أقولك على حاجة ممكن تقلب شوية المواجع بس هي طموح مشروع وحل ومشروع يعني لو ما كانش الحال عندنا يعني عالم هو عليه لو كان الوضع غير الوضع اللي احنا فيه دلوقتي مش كان زمانك بتقولي اسم مصر في اي مجموعة من المجموعات التي تفضلت بي مش ما احنا حصل لنا كده في 2018 بس خركت من دور الاول معي القصة يعني يعني احنا ملناش نفس يا رهواني لا لينا نفس بس انا ما بص اقولك على حاجة انا كان اهواند لو انا داخل مسابقة وعارف ان انا هخرج من دور الاول ما هتخلهاش اه اكرب اكرب باشية جتيرة انا محب بش اخسر انا ما تحط في مسابقة ولا تحط في تقييم ولا بتاع انا دايما بص عايزة بقى رقم واحد فان انا بقى داخل ومعنديش الامكانيات اللي تأهلني انا بس طبعا ده مش كلام كرة قدم انا بقول لحضراتكو يعني الواحد من بره بيشوفها ازاي انت لو كنت حتى تأهلت ما كنتش معتقدش يا كريمكا حيب عندك القدرة ان انت يعني تخش في تصفيات يعني يعني بالوضع اللي احنا فيه مش ان جانرال بالوضع اللي انت فيه حاليا عشان برضو الكلام يبقى واضح ليس تقليلا بالوضع اللي انا شايفه حاليا بالظروف اللي عندي حاليا انا ما كنتش حاوصل لأي تصفيات يعني وحصر وحصر منطقي مليون في المية بس يمكن يبقى فيه مساحة لوجود طفارات في ازمنا قادمة قد يكون واتمنى ان احنا كلنا نعاصرها يا ربنا يدينا جميعا طولة العمر زي ما شفنا نموذج استثنائي اسم محمد صراح كنا لسه بنهني من شوية بعيد بلاده والثلاثين ما وارد برضو ومش هكذا وارد احنا ليه كمان بنسيبها للقدر احنا المفروض ان احنا اسياد افريقيا احنا منتخب مصر احنا لينا حيثية ولينا ثقل ولينا وضع المفروض يأهلنا ان احنا مش بس نشارف في كاسة العالم مش هقول لكم وفوز بيه عشان ما عرضهاش بس اضعف الايمان اضعف الايمان نحجر مع الفرق اللي حنلعبها في المجبوعة بتاعتنا احنا برضو المفروض ان احنا مش قليلين بس طبعا بين قسين مش دلوقتي زي ما انت اه لا مش دلوقتي خلص لان زي ما احنا اتكلمنا وحنتكلم اصلاح هذه المنظومة ليها عوامل كتيرة جدا من اهمها قاعدة الناشئين ومن اهمها اختيار المدربين اللي بيأسسولك برضو يعني ما هو انا لازم يكون في حسن اختيار وكمان انا بتكلم من البداية مش مش تيجي حد تجيب حد مدرب كويس يلحق لي لما الدنيا بتقع لا اختيار المدربين ده شق برضو اساسي في اصلاح كرة القدم وعلى فكرة على مستوى النوادي كلها برضو لان في الاول في الاخر ما هو دول بيبقوا في زي ما بتقال المجموعة اللي بتشكل المنتخب فلو هما عن كل نادي مصري ما عندوش المدرب الامثل مش هيديني كادر في الاخر كويس يعني فهي سلسلة عموما تأكيدا لفكرة او المبدأ العام بتاع ان حتى المنتخبات الكبيرة ساعد بيبقى في لها كبوات ده بالمناسبة عنوان في يعني اخر اخر منشأة عايزيني استعرضوا مع حضراتكم في الجريدة الشرق الاوسط فرنسا تخسر لقب دوري الامم وديشامف يتعهد بتصحيح المصار قبل المونديال والتفاصيل بتقول انه تعهد مدرب المنتخب الفرنسي بانه يجري نقد ذاتي من الان وحتى موعد السفر قبل نهاية العام الى قطر من اجل الدفاع عن لقب ابطال العالم وده بعد ما طبعا مع الخصر فريبه من كويجا كرواتيا واحد صفره كان على ارضه كان على ما لعبه وتأكد خسارة المنتخب الفرنسي او تؤكد خسارة المنتخب الفرنسي للقب بعد فشلوا في تحقيق اي فوز خلال جوالات الاربع الاولى من النسخة الثالثة للمسابقة القرية الجديدة فوارد بس على الآل يعني جماهرهم مش هيب عندهم نوع التحفظات اللي عندنا يعني هنا خسروا وهنا خسروا بس شتان الفرق في الخسرتين الحقيقة طيب دي كانت نبدأ سريعة كده في المنشتات او اهم ما طرح في المنشتات والصحف